أهلا بكم نستهل نشرتنا لهذا المنتصف بتطورات في محافظة تعز التي شهدت في الأيام الماضية هاجمات استهدفت مواقع للجيش وأعيانا مدنية في مناطق متفرقة بالمحافظة وقال العقيد عبد البسط البحر المتحدث باسم المحور العسكري بالمحافظة في تصريح اليوم السبت أن الميليشيا شنت قصفا مدفعيا وقنصا شمل قرى مقبنة والأحياء السكنية بمدينة تعز بالإضافة إلى قيامها بشق طرق وحفر خنادق واستحداث تحصينات في محيط جبهات المدينة هذا وأشر إلى تصدي الجيش لمحاولة تسلل الحوثيين في الجبهة الشمالية لمدينة تعز وجبهة الأحطوب وذكر العقيد البحر المدنيا يستشد في الصلوب انفجار لغم من مخلفات الحوثيين وصيب طفلان اثنان أحدهم قنصا أو قنصا في جبهة الشقب والآخر في حي الموشكي وفد المسؤول العسكري أن ميليشيا الحوثي أطلقت ستة صواريخ باليسية خلال هذا الأسبوع من أماكن تمركزها في جبل أومان بالحومان وشمال الشارع الستين باتجاه المياه الإقليمية بالبحر الأحمر والبحر العربي إذن انضموا معنا عبر الهاتف نائب رئيس شعوبة التوجيه المعنى والعقيدة عبد البسطة البحر مرحبا بك سيادة العقيد إذن هناك استمرار لتحركات عدائية لميليشيا الحوثي في تعز وكذلك هناك تصعيد وتعزيزات مستمرة ومتكررة خلال اليومين الماضيين لو ضعنا في إحاطة لمجمل هذا التصعيد وكذلك ما أسفر عنه خلال اليومين الماضيين حياة الواقع الكريم تحية لك وتحية عبرك أيضا لمشاهدينك تستمر الميليشيات الحوثية بالدعاءها نقرة غزة ووقوفها واستهدافها لإسرائيل ولكنها تستهدف المدن والمنشعات اليمنية والمواطنين اليمنين الأعمال القتالية للعدو خلال اليومين الماضيين كان هناك تصعيد للأعمال الإرهابية الغادرة والجبانة تصدى الجيش في جبهات تعز لأكثر من أربع محاولات تسلم في الأحطوب وفي شمال تعز بعصيفرة شمال عصيفرة وأيضا في جبهات مقبنة وجبهات عقبة مونيف شارك تعز هناك أيضا قصف مدبعي وقنص شمال عدد من القرى في أرياف المحافظة وعدد من الحياة السكنية في المدينة ونتقى عن نفسي شهاد مواطن في جبهات الصل وبانفقار اللغم أثناء مروره وأيضا إصابت إثنين أفضال أحدهم قنص في جبهات الشخ والآخر في حي زيد الموشكي العدو الغادر الجبان أيضا قام خلال الأيام الماضية باستحداثات عسكرية وأعمال هندسية مختلفة من شخ طرق حافر خنادق إصلاح متارس يعني استحداثات عسكرية في محيط جبهات المدينة بشكل خاص هناك أيضا الطيران المشير للعدو تلق بكبهات غير معهودة في جبهات المحافظة بشورة غير مشبوقة في جبهات المدينة وأريافها أيضا كما ذكرت قريركم أن الميليشيات قامت بإطلاق حدد من الصواريخ الباليستية نعم قبل أن ننتقل إلى الصواريخ الباليستية دعنا نتحدث عن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من الانتهاكات وعمليات قنص وكذلك تعزيزات للجبهات هذه التحركات التي ترصدونها يوميا وهذه التعزيزات والاستعدادات وكذلك استخدام الطيران المسير في العملية الأخيرة لميليشيا الحوثي والتي يقوم الجيش الوطني بالتصدي لها دائما وإفشالها هل يمكن اعتبار هذه التحركات مؤشرا أو مؤشرا لتوسيع هذا التصعيد وعملية عسكرية جديدة في هذا التوقيت أخي الكريم بالنسبة للميليشيا لا تتجه إلى السلام هذا العدو لا يؤمن بالسلام مطلقا كل ما يقوم به هو مزيد من التحشيد يعني تعزيز وجوده العسكري تصعيد تحركاته الميدانية طرد أذكاره الطائبية المنحربة والمتطربة والإقصائية حتى من الوجود ومن الحياة تصعيد أعمال العنف والقتال في الجبهات وقال يدون على أنه يعتمد خيار الحرب كخيار استراتيجي أو كقرار ومصير بالنسبة له وبعلا هو السلاء شرعية ومسلوعية وحيدة لا يمكنه البكاة عنها والبقاء بدونها وبالتالي يستحيل أن نصل مع هذا العدو الإقصائي الصفري إلى أي حلوة علمية كل حديث عن السلام هو حديث أوهام هو أغاث أحلام لا يمكن أبدا مع ما كان أن يقبل هذا العدو بالسلام أبدا هذا عدو كل التحركات وتشير إلى أنه يعني خياره الوحيد هو الحرب وهو الدمار وهو القاتل وهو التفجير والتحريف وبالتالي لا يمكن أن يقبل بالسلام ولا أن يقبل الشعب اليمني بتسلطه وبعنفريةه وغيرها وبالتالي لا مجال إلا الحسم العسكري وأن تفرض الدولة منطقها باحتكار القوة والسلاح وأن تخضح كافة العصارات والميليشيات الخارقة عن النظام والقانون نعم سيدة العقيد والميليشيات الإرهابية تفضحها جميل لخدمة الدولة نعم في حال استمر هذا التصعيد من قبل الميليشيات الحوثية وهذه التعزيزات المستمرة وكذلك استخدام الطيران المسير وعمليات القنص كذلك للأطفال يعني ماذا عن دور الجيش الوطني وجهزيته للرد على مثل هكذا تصعيد نحن نعلم أن الجيش الوطني دائما ما يقوم بصد وإفشال لمحاولات تسلل للميليشيات الحوثية لكن متى سيكون الرد القاسي وكذلك عمليات الرد بالمثل أخي الكريم طبعا الجيش الوطني يقوم بواقبه الدستوري والقانوني والوطني ولعلك تلاحظ أن هناك ختائر كبيرة في صف الميليشيات يعني الذي أعلم عنها الميليشيات قلال يومين الناظرين عدد اثنين قتلى للعدوم وجرح أثر من ستة من عناصره وأحدهم كعنفه القيادة كبير تم استهدافه في قبرة نقدنة ويعني يتلع لأن الجيش الوطني يملك قوة الردع ويملك القوة لفرض خياراته ولكن أيضا نحن نلتزم بالقرارات في المشتوى السياسي الأعلى ونواعي أيضا الأمور في حالة هزنة أو شبه هزنة غير معلمة لأن هناك مفاوضات لا يمكن أن توقف الضرف المناسب الضرف المناسب للتحول إلى الهجوم وتوقف القرار السياسي والعسكري فإن الجيش تحرك وسيحقق انتصارات كبيرة والسلوات الماتكية غير متوفعة وبالتالي الجيش يملك اليوم أهبة الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام منطلة نعم سيادة العقيدة عبدالبسط لأنتم أشرتم في تصريحات سابقة إلى إطلاق الحوثيين ستة صواريخ من منطق سيطرتها في تعز بينها الحوبان نحو البحر الأحمر وكذلك البحر العربي ما هي المعلومات وكذلك الجديد حول هذا الموضوع أبي الكريم طبعا من خلال وحدات الرفض المتقدمة هناك تم رفض إطلاق ستة صواريخ بالاستجارة من أماكن المركز الميليشية في شمال سعر في شمال وشرق سعر بالتحديد في جبل أمان نعم وأيضا من الشارع السستين في شمال المدينة باتجاه البحر الأحمر والبحر العربي لم يوصد هناك أي تأثير أو فيهداف أي سفر أو غيرها كما كان العرب السابقة نعم ويبدو أنها يعني كانت أو انفجرت في البحر أو في أماكن بعيدة ولم تحقق أي نتائج نعم إذن نائب رئيسي شعبة التوجيه المعنوي لمحور تاز العقيدة عبدالباسط البحر كنت معنا شكرا اشتركوا في القناة